ممكن تحكيلي عن مسلسل اختيار وعمل زي ده من منظور الجماعة وهم بيتفرجوا على هذا العمل؟ طبعا بعد التحية لا اولا هزي الاعمال مهمة جدا للغاية ونجاح باهر وانا بقول ده من السنة اللي فاتت مع الاختيار واحد النجاح اللي محققينه والطفرة في المسلسلات والفن وجع جماعة الاخوان جدا ليه بقى؟ لان الصورة بألف كلمة والفن هذا الفن التوسيقي والدرامي والسينمائي لا بمليون كلمة بيصل لأكبر عدد بسهولة جدا ومصر وبيتعلق احنا كناس كبارة متعلقين بحاجات احنا شفناها زمان في التلفزيون زمان ولا تزال ولما بنشوفها دلوقتي بنفرح وبنتفرج عليها تاني فالكلام اللي بيحصل ده دلوقتي ده نقلة كبيرة جدا نوعية ده اللي واجه جماعة الاخوان ده اللي خليها بتواجه ده دايما بالتجذيب بالتضليل بالتهوين بمحاولة التهميش بمحاولة تقليل الاهمية بمحاولة تجذيب كل شيء واولا ده مش حاجة جديدة اولا ده دايدا لهذه الجماعة لا هو كمان يمكن الالم واجع قوي المراضي لانه فيه تفاصيل كتير جدا كانوا معايشين الناس في مظلومية بشأنها زي اعتصام ربعة والنهضة واللي حصل فيهم والكلام ده كله طبعا 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 انت كنت محتاج لده من فترة من السنين ولما حصل المراضي في الاختيار اتنين للعلم يعني الاختيار اتنين متجاوز عن تفاصيل كتير جدا يعني حلقة امبارح مثلا هو ما جابش في عرب شاركس ما تكلمش ما جابش محمد بداو ناصف ازاي عمل ايه وكان بي واتمسك ازاي ولا بوعبيدة دقوتل ازاي ولا قاتل هو جاب لان الاحداث كتير جدا صح حجم المأساة كانت ضخمة حجم اللي عملته جماعة الاخوان كان ضخمة جدا دي مش كرداسة بس لا دي في المينيا في ملاوي في العدوة في بنيسويف في الفيوب احداث ضخمة جدا صدمات ضخمة حرق كناقس مذابح اختيال للشرطة اختيال للقضاء اختيال لرجال الجيش كل ده انت مش تقدر تعمله في مسلسل واحد ومش تقدر تتكلم عنه في حاجة belt ده اللي بتعمله جماعة الاخوان بقى الاخوان بتضحك على البسطاء بتضحك على البسطاء دي اولا ثانيا بتستغل موضوع السوشيال سوشيال ميديا برعين بيشتغلوا على العلم الافتراضي الحد اللي هو انت مش تقدر تضبط مش تقدر تواجهه الا باسلوبه انت مش تقدر تجلب زيه انت بتقول الحقيقة انت دولة انت بتعالج كدولة بتعالج كل مشكلات بتاعة الوطن تاعة البلد لكن هو مركز على حاجة واحدة انت بتركز على تفاصيل كتيرة هو مركز على تفاصيلها واحدة بس انه ازاي يفشلك ازاي يكذبك وهو ده اللي بيتعمله جماعة الإخوان المسلمين